اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم وعليكم السلام اهلين وسهلين اتفضل انا رياض بدر صح في يا اهل وسهلة اهلين وسهلين ومرحبتين اهلين فيك افضل استاذ رياض اسلمو ان شاء الله ما تعزبت حتى وصلت على البيت والله اتعزبت شوي والله لما اجتمعت بالاخ زهير صدفة كنت مفسه ادليت عدم المؤاخذة ظاهر انو حضرتك ملك معروف بالحارة ايه صحيح ماختحق انا عايش هون لحالي وما بخالط حدا من اهل الحارة ومتل ما لك شايف كل شغلي بالبيت وزبايني كلهم بالسوق يعني برات الحارة انت اكيد سمعت عن شغلي حتى اجيت لعندي مو ايك اي اي طبعا طبعا اسمعت انا صر لي خمستعشر سنة عم اشتغل بتركيب العطورات والحقيقة هالمصلحة حلوة وفيها زوق هي صحيحة شرشحيت مثل كل هالمصالح وصار اي واحد يجيب اصنصات وشوية كحول ومثبت ويعمل لي معلم بين يوم وليلة بس انا مو من هدول مو من هدول منوب اوعاك تظن اني منون انا بجرب بخلط بمزج بركب يعني بحاول على طول طالع شغلات جديدة الله يعطيك العاش بتعرف استاذ رياض اني انا ليلة نهار بشم عفوا اند بتشم؟ روايح يعني انفي صار يميز الروايح ونوعيتها وتركيزها من بعد عشر متار بعدين اي ريحة غريبة بشم اول مرة بتعشش بذاكرتي لحتى اقدر طالع مثله يعني حضرتك هلأ ممكن تعرف مثلا انا شو حاطت عطر انت اي؟ اي باعرف انت حاطت هلأ ريحة لفانتين صحيح؟ صحيح بدا لفانتين لانه يعني هو عطري المفضل هي بصراحة ريحة حلوة ريحة حلوة كتير بس حدة شوي واذا بترغب حضرتك هالنمط من الروايح انا ممكن انصحك بنوع احلى فضل جرب لي هالريحة عطيني ايدك بدي بخلك شوي عليها فضل انفوخ شوي عليها حتى تبرد ايوه هلأ شمه مو مشكلة شلون لقيتها؟ فعلا احلى من لفانتين احلى بكتير ايه لك اخي رياض هاي اسمه مرايا من تركيبي الخاص بقى شوف شو طلبك وانا تحت امرك واذا بدك تاخد بالجملة بزبطلك اسعار مرتبة ولا يهمك واذا بلمفرق كمان مو مشكلة يعني ما بتطلع من هون الا وانت رضيان عفوا نستاذ كامل انا مو مشان هيك جاهل عندك انا الحقيقة مو زبون انا صحفي متل ما سبق وقلتلك وعمقلف كتاب وحابب اني استفيد شوي من خبرتك وتجربتك كتاب عن العطر يعني؟ لا عن المسرح عن المسرح؟ اينا وباعتبارك ممثل مسرحي قديم ومن الرواد بقى انا حابب اكتب شوي عن تجربتك واستفيد من خبرتك والله منيح يلي لسه في حدا ما تذكر اني ممثل مسرحي لانه انا نفسي كنت راح انسى هالشي وانا هيك حسيت من اول ما فتت لهون بصراحة يا ابني انا موضوع المسرح بالنسبة لي يعني مرحلة وعدت من حياتي الصفحة وانطويت ومو حابب ارجع افتحها لحتى ما قلب عليه المواجهة من الناحية معك حق بس مع ذلك تجربتك لازم تتسجل وتتدون يعني اذا مو ميشانك ميشان الاجيال القادمة اي سيدي مري معليش يعني اذا الاجيال الحالية نسيتني بقى معقولة الاجيال القادمة تتذكرني يا استاذ كامل نحنا منعمل يلي علينا ومنترك التقييم للزمن معليش استاذ رياض اعذرني انا بترجاك استاذ كامل لا تحدث مشروعين يعني انا انا باني امر كبير على حديثي معك وبصراحة اكتر اذا رفضت تحكي انا رح الغي مشروع الكتاب من اساسه بقى شو قلت طيب اعطيني فرصة لفكير شمها الريحة استاذ شمها الريحة لقلك لا لا اعطيني ايدك التاني حتى ما تختلط الروايح شمها الريحة شمها الريحة هاي اسمها لا ترحقني مخطوبة هاهاهاهاها معوي لا عم بمزح معك هاي اسمها قيسي وليلة مزغيفة معلش استاذ رياض تفضل رتاح شوي عربية ما اجب لك كاسة شاي طيب شكرا يا اهلا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا فيك تفضل رتاح شاي اتعرف يا استاذ رياض يمكن تصرلي اكتر من خمس سنين ما قابت بقهوة أوف ليش با ما بعرف يمكن لأني تعودت على الوحدة بحياتي يا ابني بتصدق إني أحيانا أبدر أربع خمسة أيام ما بطلع من بيتي لأوا أنا مبسوطها لأنه يعني ليش لا أطلع البعد عن الناس غنيمة مشان الشغل يا سيدي عم اشتغل بهالبيت وغراضي كلها عندي والجريدة بتوصلني كل يوم الصباح يعني ما في حاجة يشوف حدا أو حدا يشوفني طيب عفوا يعني ما بزورك حدا ببيجيل عندك رفقات زملاء من الأيام زمان أرايبين أرايبين لا لأنه أنا ما عندي معطوع من شجرة زواج ما تزوجت بعد ما انصدمت بسارة عفواً مين سارة؟ سارة كنعان الممثلة المعروفة ويلي عاملة نجمة بهاليومين دول وبصراحة سارة هي الوحيدة اللي حق ديتها وتركتني من عشر سنين وتجوزت مدير المعهد زملائي المسرحيين نسيوني كل واحد منهم من فيه بشغله مفاضي لغيره أصدقاء يا إبني ما عندي ما عندي حدا ما في غير هذا زهير يشأشق عليه كل يوم التاني وهذا هو الشخص الوحيد يلي بشوفه بسارة أستاذ رياض عفواً أنا سمعت إنه حضرتك رفضت تستلم جائزة التكريم يلي منحتك ياها رابط الفنانين السنين صحيح رفضت بس مو تكبر لا سمح الله بالعكس كتير حلو إنه الإنسان يتكرم وهو عايش بس مشكلة يا إبني إنه طريقتنا بالتكريم همجية ارتجالية مثلا أنا السنة الماضية كرموني بعيد الفنون بس بتصدق إني ما كنت موجود بين الحاضرين لأنهم محدة بلغني إني رح أتكرم اتصل فيه واحد من الزملاء اللي روح راجع الجهات المختصة روح تستلم جائزة ورحت؟ اي نعم يا سيدي رحت ادخون يعطيك العافية أستاذ أهلين أمور ما يأمر عليك ظالم أنا كامل نجم أهلا وسهلا بس عدم المؤاخذة صدقني ما عرفتك اي معك حق ما تعرفني صر لي زمان ما ظهرت على الساحة الفنية فنان أنا ما خلفنا كل اللي بيراجعونا هون فنانين مو مشكلة بشو بقدر أخبرك أهل في إلي عندكم جائزة بمناسبة عيد الفنون ها انتني اللي تكرم وبعيد الفنون اي نعم أنا يا أهلا وسهلا تفضل تفضل تصريح ممنونك عفن شو أطيلي الاسم كامل نجم كامل نجم الجدول كامل نجم كامل نجم كامل نجم كامل نجم كامل نجم كامل نجم كامل عفن ما لك اسم انت متأكد انك تكرمت؟ اي طبعا متأكد اي شو جاي انا اتصربط على الجائزة صربطة؟ دور منيح عفن حضرتك راقص ولا موسيقي لا هاد ولا هاد انا ممثل مسرحي ايوا 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 فهمت عليك لا تواخذني كنت عمدور بجدول الموسيقيين والفناني الشعبيين يا ماجد يا ماجد وين جدول المسرحيين وعمال الإضاءة؟ ليكو عندي ممكن تسناولوا منو نعم ماذا؟ كيف تسناولوا؟ ماذا؟ كيف تسناولوا؟ سنطل بابا كعرف تبصد أداما؟ شرويف يستمو قدق كامل نجم كامل نجم كامل نجم كامل نجم اسمك مبتوب مبروك تكرمت لا تنسانا من الحلوان ها ايه تكرم عينك بس عفوا ممكن اعرف شو الجائزة يا ترى ايوه بالنسبة للمسرحيين شهادة وميدالية وشيك شو بدك احسن من هيك يا هيك التكريم يا بلا وبقدر استرمون هلا ايه طبعا بس بالاول في شوية اجراءات لازم تصير اجراءات شو؟ يعني بدنا منك يا سيدي بالاول شهادة تلاحق معني بعدين براقة زمي من المالية ومن ثم شهادة حسن سلوك من المختار او؟ وليش كل هدو؟ يعني اجراءات شكلية يعني طالما انكن مو متأكدين اني غير محكوم واني مواطن شريف وبريق زمي من المالية واني حسن السيرة وسلوك بقى ليش عمد كرموني لكان؟ يعني حدا بكرم الزعران؟ يعني لو انا يلي دقيت بابكن وقلتلكون يا جماعة من شان الله والرسول كرموني هات لبوس ايديكم كرموني عطوني شهادة تقدير امتياز مرحة كافية وما فيها بس انا كنت قاعد ببيتي وكافي الناس خيري وشري وامتوا يلي كرمتوني لحالكم وشاين هلا تتمطعوا فيه يا استاذ عفوا الاستاذ الزبتري انا هون مجرد موظف لتنفيذ الاوامر والقوانين بعدين الا اللي كرمتك بعرفك شي حتى كرمك الرابطة هي اللي كرمتك هاي من جهة ومن جهة تانية كل الزملاء اللي تكرموا مثلك قدموا هالوراق عن طيب خاطر ما حدا منه نعترض او عبر عن استياءه الا حضرتك مع انه عفوا يعني معظموا اللجوم كبار ومعروفين وحضورا دائم على شاشات الفضائيات العربية قصدي يعني مرتل حضرتك يعني عدم مؤنخزة انا مو شايفوشك على تلفزيون بنوب ولا مرة اه صحيح بس مكتوب عندك هون اني ممثل مسرحي مو تلفزيوني هذا اولا ثانيا مو شر تكون مشهور وتعرفني حضرتك لحتى اعرف طالب بحقيه معنش استاذ ما في داعي لكل هالشوشرة ويعنيت اخذنا بحلمك شوي كلهم كمورقة وبيطلعوا معك بيوم واحد بقى امرك لالله احسن ما يروح عليك الشيك قديش المبلغ يلي بالشيك؟ يا سيدي المبلغ محترم قديش يعني مليون ليرا شو مليون ليرا شو مليون ليرا استاذ شو فكر حالك قاعد بهليود المبلغ كله على بعضه عشر تالاف ليرا بس اه بس ليش بهم عشر تالاف ليرا كخة اصلا انت متعبان فيه يعني رح يجوك على بارد المصريح وكمام الدكت الدلال لا سيدي مرح الدلال طالما من الرابطة مكسب وامت بقدي رؤبطون؟ بس تجهزلي لوراء بعطيك من عندي امر صرف للمحاسب يعني شغلتك بسيطة ليش كل هالأدمه مهم؟ طيب ماشي الحال شوفنا الساس الله معك فضل يعطيك العافية اهني الله عافيك اذا بتريد معي امر هالصرف انت كامل نجم؟ ايه نعم واي لهوية سبع تالاف و ستمية و خمسين و اما شو سبع تالاف؟ امر الصرف بعشرة تالاف؟ خصمنا ضريبة الدخل كمان هدول عليهم ضريبة الدخل؟ ايه و ليش لا؟ ليش هدول مو دخل؟ دخل ولا مو دخل؟ طبعا دخل لكان انهيب هات ناولنا ناولنا خلينا نخلص بقى لحظة شوي لسه في حسم تاني كمان؟ عليك تراكم رسوم للرابطة ثلاث سنين و انا ما اضطر اخصمه لا حول ولا قوة الا بالله اخصموا رخصموا و خلصني و شوف لي قداش بيزيد حاضر شرف بوقع لي هون زي بتريد يسلمون شرف هويتك تفضل هاي عشوارات و هاي خمسة و عشرين اه يعني المجموع خمسة و ثلاثين لقى هلا هادر يزاد من مبلغ التكريم؟ نعم ما عليش يا عيني خلي المبلغ عندك ورده على صندوقكم ماري بحاج له انا عفوان يا سيد كشنون من الرجع المبلغ للسندوق تحت اي بند؟ ساشلو التبرع على صندوق الرابطة صدقة احسان زكا شوف البندي اللي بدك يامو ساشلو تحتو بقى هاي هي قصة التكريم استاذ رياض خمسة و ثلاثين ليرة وشهادي وشكفة شكفة انحاسي محتو طبع البي مخمل ولا تأخذني انا بتصور التكريم الحقيقي هو هيك او على الاقل بطريقة مالله ما بعالش بدين لك يعني في احترام اكتر معك حق طيب ممكن اعرف سبب ابتعادك عن المسرح؟ انا ما ابتعدت المسرح هو اللي ابتعد عني لانه المخرجين ما بعرف ما عادوا طلبوني لأعمال المسرحية ومخرجين التلفزيون ما لقوا فيني شكل تلفزيوني يعني متل ما بيقول فريد الأطراش يلي بينساك انساه كمان انا نسيت هالقصة ودورت على شغلة تانية اكل منا خبز وهي انا قدامك عايش رضيان والحمد لله وروايحي فايحة عطر ها 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 بس أنت ممثل المسرح ومن رواد المسرح وقدمت للحركة المسرحية سنين من عمار بقى ترى شو قدم لك المسرح شو قدم لي شو فتعي لك يعني لو بحرف إنه هيكر حتكون نهايتي كنت ما ضيعت من عمري ولا دقيقة شو قدم موسيقى موسيقى أعوذ بالله لعنا شوها وفاة الممثل المسرحي الكبير كامل نجم الله لا أعطيك أنا عافي موتوني وأنا عايش كمشي بينسكت عليه إلا هاي صباح خير معلينك؟ صباح خير أزوغير شو أريت جريدها؟ إيه؟ أريتها قصدي أريت الخبر المكتوب عنك؟ نعم يا سيدي أريتو طيب وشو ناوي تعمل يا سيدي؟ شو بدي أعمل يعني؟ ما بدي أعمل شي؟ على القليل يكذب الخبر نفع دعوة جريدة طالبة بتعويض يعني لو هالشي صار بأميركا ما بتطعم القضية بأقل من مليون دولار صحيح بس هون إذا رفعنا دعوة بجوز ناخد مليون طيارة على رعبتنا مو مليون دولار على كل حال الشغلة كلها مو مستاهلة ولك ابني مو مستاهلة شلو مو مستاهلة؟ مثل ما عم قللك ولك ابني مو مستاهلة صحيح أنا أول شي فعلت لما قريت الخبر وقلت ما ممكن اسكت عنه أبدا بس هلأ مو فارقة معي يعني يلي مكتوب بالجريدة خبر وفاة الممثل كامل نجم والممثل كامل نجم اميت من زمان كامل نجم يلي قدامك هلأ مجرد تاجر عطورات صغير لا راح ولا إجأ وهالتاجر إذا مات أو عاش ايه ما حدا بيسأل عنه ما عم بفهم عليك معلم حدا بيستقبل خبر وفاته بهالبرود هاد؟ لك لك حط بالخرج لك ابني حط بالخرج هات لي شوف قللي شو ناقصك عطورات اليوم هاي لي ستت طلبات هاي؟ هاي؟ بعد ما تنهيجهم لتا فورا تجي لعننا لك يلا جاهزين؟ لك يلا جاهزين؟ لقيتين من كون جاهزين إستان بسرعة شوي بدي حركة لا 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 لك يلا جاهزين يعمل الوصيل ترجمون الوصيل قلو مرحبا ما زل المرحوم كامل نجم؟ المرحوم؟ اين عم هون منزل المرحوم؟ مين عم يحكي بالله؟ انا سعيد سلامي مخرج مسرحي اهلين اهلين استاذ سعيد تشرفنا حضرتك اخو؟ لمين؟ المرحوم اي 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 انا اخو ان شاء الله العوض بسلامتكن الحقيقة من واجبنا نشارك بالتشيع بس الظروف ما بتسمح في عنا عرض مسرحي بعد اسبوعين وكنا منتمنى ان المرحوم يشاركنا بحفل الافتتاح بس ما سطيت يا سيدي الله يخليك فرصة تانية ان شاء الله اصدي منتشرف اصدي لو كان المرحوم عايش كانت تشرف بالحضور اكيد بس شو بدنا نعمل؟ هيك حال الدنيا على كل نحنا ما رح نقصر ابدا انا قررت ان نغير اسم الفرقة وسميه باسم المرحوم شكرا كتير اليك والله خجلتونا لا ومو بسك انا هلا عم فكر اعمل عمل بانورامي لاهم اعمال المرحوم وسميه سهرة مع اعمال كامل نجم اسوة بمسرحية سهرة مع ابي خليل القباني لا فعلا امكم مصرين تخجلوني اصدي تخجلونا ولو يا استاذ هذا اقل واجب ممكن نعمله تجاه زميلنا وحبيب قلبنا الله يرحمه ويجعل مسوة جنة بتصدق من يومين كنت انوية انت يومين انا والمرحوم اجل عندي الهون وحضر عندي بروفة كاملة يا لطيف يا لطيف شو عجبه العرض وبتعرف شو قال لي قبل ما يبشي شو قالك؟ قال لي انت حبقري يا استاذ وينتك بهالبلد ايوه هو قالك هيك؟ ايه لكان لان انا والمرحوم كنا خوشبوش كتير اعلى كله نسلم لي كتير على المرحوم اه قصدي العوض بسلامتكن وان شاء الله خاتمت الاحزان الله معك حبيبي مع السلامة قالوا مرحبا منزل الفنان المرحوم اعتدال السكري يا ترى المرحومة موجودة اصلي اقرباء المرحومة موجودين بس لا يتقبلوا مني احر التعازي طيب شكرا شكرا الله معكم صباح خير علي صباح خير يا زوهير شو هدي الحاملو معا؟ هدول برقيات استلمتوا من ساعي البريد برقيات شو؟ الله يطول عمرك هدول برقيات تعزية فيك شو هالحكيه؟ هلا هدول كلهم برقيات تعزية؟ ههههههة الله يكتر المحبين شو ه ياهه من مين كزلك ما معى لا يراجحه ونرضى عليه هاي من رئيس هيئة الثقافة العليا من رئيس هيئة الثقافة؟ اه هذا رحت بزماني لعنده خمس مرات ما رضي يستقبلني غيره وهي من رئيس رابط المسرحيين يا سيدي هذا شافني بمهرجان المسرح الماضي عمل حاله مشايفني دار وشه عمل حاله عم يحكي مع المخرج البولولي وهي من المخرج نصرة نعسان نصرة نعسان ايوه هذا واصلي بيني وبينه للشيطان الرجيم لما سحب مني دور البطولة بمسرحية هملت يشرب القهوة وعطاله ابن اخته الصغير وهي من تجمع ارام المسرحي هذا تجمع يا زهير انا اللي اسسته وبعدين طالعوني منه مثل الشعر من العجيم وهي معلش يا معلش خلاص خلاص لا تكفي ما في داعي يا زهير ما بدك تقرار الساس؟ ايه ما بدي تقرار شيء الحشن عندك ايه وانا عايش ما حدا سأل عني هلأ تشاطروا بعد ما متقت؟ نعم نعم ايه نعم هون منزل المرحوم لا انا اخوه شكرا شكرا كتير تعيش وتترحم امتى؟ الخميس الساعة سبعة؟ بالمركز الثقافي؟ ايه لا ولو لو طبعا بدنا نحضر لا اكيد شكرا لكم اهلين اهلين وسهلين الله معك مين هدول استاذ؟ عاملين ندوي عن اهم اعمالي المسرحية بالمركز الثقافي بمناسبة وفاتي وبدن حدا من طرفنا يحضر بتروح زهير؟ شو بيفهمني بهالشغلة انا؟ ليش ما بتروح حضرتاك؟ ما بصير روح انا ولك ابني ما بصير لانه ازا شافوني وانا عايش يمكن يلغوا الندوي وبجوز يدفعوني اجرة الصالة كلها ياتا ما عليش يرد على التليفون دائت خلاقي من الدخ قلو نعم ايه هم بيتو لا مو ارايبو انا الصانعو اصدي صديقو مين معي بالله؟ تلفزيون؟ لحظة لحظة شوي استاذ هدول التلفزيون بدون عنوان البيت ليش جايين يعزوهم؟ قال عم بصوروا برنامج عنق بدون عنوان البيت ايه ماشي الحال عطيهم العنوان سلوم دي عطيهم العنوان؟ باركي شافوك؟ ما عليش انا بدي اياهون يشوفوني انا الاوان لا اطلع على الضو انا لك شوين بيتو هاد؟ والله تعبت رجلينا؟ ليكو هاد بيتو ايوه ايوه مين؟ مرحبا اهلا وسهلا هون بيت المرحوم كامل نجا؟ ايه نعم انا المرحوم بذاتو ما صورتو شي؟ وليش بقى؟ شو عم تقول؟ طالع عايش؟ انت متأكد دا الحكي؟ طيب والخبر اللي نزل بالجريدة؟ غلطة؟ يا حبيبي على ايه غلطة؟ لا 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 تصوروا شيء خلص بدينا نلغي البرنامج كله ما يطلع عايش؟ البرنامج كله ما عارضه طعمة؟ المهم هلا خد الكاميرات وروح على بيت المرحوم يعطي دال السكري ايه ايه؟ صور شوي خد كم كل من من قرعبينة؟ شو بنساوي؟ بسرعة بس الله يخليك بس ما تطلع عالتاني عايشي وتقفشنا بتعرف يا أستاذ رياض يلي صار معي شيء ما بيتصدق أبدا يعني شيء متل المنام خبر صغير بالجريدة قلب لي حياتي فوقاني تحتاني فجأة لقيت حالي رجعت الأضواء وصرت مشهور أكتر من الأول الله وكيلك صار اسمي على كل شو فيه واللسان هدا غير المقالات الصحفية والتحقيقات والندوات والإمسيات والمحاضرات يلي عم تحكي عني وتعدد مآثري ومناقبي وبيني وبينها يعني بالغوا شوي به الشيء يعني بصراحة عطوني أكتر ما بستاهي بس شو بدنا نساوي؟ يلا زيادة الخير خير يعني انت زعلان؟ مو قصد زعلان بس المصداقية حلوة يعني مو معقول الواحد ما ياخد حقه من الاهتمام والتكريم وهو عايش وياخد أكتر من حقه بكتير بعد ما يموت طبع عرف المعادلة غلط من أساسه بتلاقي مثلا ببلاد برا الفنان عايش معزز مكرم مقدر موجب مرتاح مبسوط الكل بده نرضى ليرضى هذا إذا كان فنان طبعا مهم وناجح بس عنا إذا كان الفنان مهم وناجح الكل بده يشتغل فيه وينزله لتحت مع أهمال ملحوظ وتجاه المطلق ولا معك حق هالشي متفش كتير بوسطنا الثقافي والفن بتصدقني يا أساس رياض أنه خبر هالوفاة ترجعني للحياة من جديد أو بعبارة تانية منقلني الحياة الجديدة حولني من صانع عطورات بسيط للنجم كيف يعني؟ يعني الناس رشعوا يتذكروني بتصدق أني بعد ما أعلنت بالجريدة عن الخطأ اللي صار وإني لساتني على قيد الحياة إجاني أربع نصوص مسرحية وإن عرض عليه بطولة مسلسلين تلفزيونيين كبار يا مبروك، شو بدك أحسن من هناك؟ بنهاية لا يصح إلا الصحيح وعلى كل حال يا أساس كامل أنت بتستحق هالشيء وبالزمان الله يبارك بي بس أخ أخ على ما أعرف هالابن الحلال يلي غريت معي هي غلطة ليش؟ بدك ترفع لي دعوة مثلا؟ أنا دعوة هاي بدي أتشكره وبوسه من بين عيونه على هالخدمة اللي قدم لي ياها بدي حاول ردله جميله يلي ما رح أنساه طول عمري لا بسيطة يا أستاذ بسيطة الحقيقة أنا ما عملت أكتر من واجبين شو أصدق؟ يعني أنت اللي نشرت الخبار؟ أي ولا يا ساز أنا؟ لأنه لقيت أفضل طريقة لحتى رجعك لتحت الأضواء لأنه نحن بالعادة ما منتذكر مبدعينا إلا بعد ما يموتوا موسيقى 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 موسيقى